مساء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من برنامج السادسة دايما بنقول الوصول للقمة صعب لكن الحفاظ على القمة وعلى النجاح أصعب النادي الأهلي 113 سنة محافظ على النجاح فيهم بطولات أكبر من عدد السنين دي النادي الأهلي منظومة كلنا بنفخر بالانتماء لها كلنا بنفخر أن ننتمي للمؤسسة والكيان العظيم ده خليني أقول لحضراتكم النادي الأهلي بيتفوق على أرسنل الإنجليزي للفرنسي سبورت إنجليش بونا البرتغالي والكثير من الأندية العالمية وده وفقا لموقع فوتبول ديتابيز اللي بيقول أن النادي الأهلي في المركز الـ 38 عالميا وطبعا الأول إفريقيا وعربيا في التصنيف العالمي بيتفوق على أندية كثير عالمية وهو ده النادي الأهلي ولسه المزيد من الإنجازات خلاص إحنا قلنا راحة سلبية 48 ساعة وبكرة إن شاء الله الفريق هيرجع للتدريبات ومن الأخبار المفرحة بالنسبة لنا أن أليو ديانج هيكون في التدريبات بعد التعافي من فيروس كورونا وده حاجة طبعا مفرحة جدا لجماهير الأهلي وكمان وليد سليمان اللي غادر المستشفى الحمد لله وإن شاء الله يقترب شفاءه التام من فيروس كورونا مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا سارة السيم بعمل واندحكني مساء الخير على حضراتكم وإهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من السادسة والحقيقة يمكن تأكيدا على كلام سارة والمركز رقم 38 علمان للنادي الأهلي بيحتلوا أكبر من كبار كتير وأكتر من أندية كتيرة جدا ولو حسبتها بحسبة بسيطة عشان هي قالت أمثلة نادي واللتنين أنت قلت أرسنل قلت عيندهوفن وليل الفرانسي بس خلينا نقول لها ومبسطها للناس كده لو بصنا على أكبر خمس دوريات في العالم كله الألماني الأسباني الإنجليزي الإيطالي الفرنساوي هل نتكلم على تقريبا مئة نادي فلما تعرفين أنه النادي الأهلي بيحتل المركز 38 عالميا معناها أنه بيتفوق ده لسه غير أندية وكمان فالينسيا الإسباني ده لسه غير أندية أمريكا الجنوبية فأحنا نتكلم الحقيقة أنه النادي الأهلي بنجاحاته وبأبطاله وبنجومه قدر يحط اسمه فعلا وقاولا بين الكبار خليني بس أقف مع حضراتكم لأنه إحنا بنحتفل بكاس مصر مبارح أنا عرف أنه جماهير النادي الأهلي يعني ما بتخلص خطوة بتبص على العشر خطوات اللي جايين وعرف أنه جماهير النادي الأهلي من دلوقتي بتبص على بطولات الموسم الجديد وأولها وأسهلها يكون السوبر المحلي والسوبر الإفريق إن شاء الله بناسبة لقاءات السوبر دايما بتعتبر ضمن مباريات الموسم الجديد مش مع الموسم القديم صحيح الأهلي كان بطل دوري أبطال في نسخة الأخيرة وبطل دوري المصري في نسخة الأخيرة والكاس كمان بس البطولات السوبر دايما بتحسب على بدايات الموسم الجديد لكن خليني أقول لحضراتكم أنه جماهير الأهلي شغلها جدا موضوع التدائم والصفقات وخصوصا طبعا أنه فترة القيد بالنسبة لنادي الأهلي بعد ما خلص بطولة دوري الأبطال كانت نسبيا يعني وبالتالي عايز أطمن جمهور النادي الأهلي بداية إحنا جايلنا تمانية دوليين يعني بدر بنون من المغرب لعيب في الرجاء ورجاءه هو بطل المغرب وبيعب في المنتخب المغربي عندنا خمسة من النجوم النادي الأهلي اللي كانوا معارين في الخارج كلهم دوليين وكلهم منتخب أوليمبي أبطال أفريقيا وفي مراكز مختلفة سواء نصر ماهر سواء صلاح محسن طهر محمد طهر أكرم توفي وأحمد بكهم وكمان محمد شريف وبالتالي إحنا عندنا على مجموعة الأبطال والنجوم الكبيرة اللي حققت لنا السلسية السنة دي إضافات مهمة جدا ومن العيارة التقيل عشان كده بس نبقى متطمنين هل ده معناه أنه الأهلي أفل باب الصفقات وأحمد ياسر ريال لو كنت نسيت أقوله طبعا النجم كبير جدا وأنا أتعقى على أحمد الحقيقة مستقبل كبير جدا لكن هل ده معناه أنه الأهلي أفل باب الصفقات وأفل فكرة تدعيم الفريق لا على الإطلاق الحقيقة فيه بس مهلة أعتقدناها مهمة جدا للنادي والمسيماني لأن المسيماني كمان محتاج ياخد فترة يتعرف فيها أكتر على خضرات الصفقات الجديدة على العائدين من الإعارات يبتدي يحضر ويحدد المراكز اللي محتاجة دعم من وجهة نظره بشكل كبير جدا ويبقى عند النادي وقدرته فرصة كافية للتفاوض عشان يتم حسب الصفقات أو احتياجات مستر مسيماني مع الفريق في المسيم الجديد فأطمن حضراتكم بشكل كبير ناس كتير قوي كان بتسألني على سيرينو سيرينو طبعا بعد غلق باب القيد كان فيه مفاوضات ومحاولات جدا من نادي الأهلي لكن لم تتكلل بالنجاح لأنه كان فيه تشبس وتمسك من سانداونز باللعب لكن ده معناه أنه الملف تقفل لا ما تقفلش ومن الوارد جدا أنه سيرينو يكون بفانيلة الحمرة قريب جدا كل الاحتمالات مفتوحة بس مهم أن احنا نطمن حضراتكم أنا وقفة عند اسم بدر بنون وعايز أتكلم معك في ده وعايز أقول أنه صعب جدا وضغط عصبي جدا على لاعب أنه يكون أول مباراة رسمية لي مع الفريق الجديد اللي بيلعب فيه تكون مباراة نهائي ونهائي بطولة وبطولة مش صغيرة وكمان أنه يشوت ركلة من ركلات الجزاء ده ضغط كبير جدا ولكن الحقيقة بدر بنون وإن كان من البدري أن نحن نحكم عليه ولكن اللي أظهره في المباراة دي والثقة بالنفس اللي شفناها دي تدل على أنه صفقة كبيرة وأنه دايما زي ما بقوله هو جاي من نادي كبير قوي لنادي كبير وهو الأكبر في إفريقيا أعتقد أنه نحن نشوف مستوى كبير من اللاعب ده أحمد اللي دايما بقوله عليه أنه قائد في الملعب وشفت ثقة في النفس كبيرة منه وشفت الكرة طلعة منه عارفة هي رايحة فين موظبوطة جدا وما فيش ميس باسس كتير أبدا أنا شايف أنه الصفقات كلها اللي جات سواء عودة المعارين أو الصفقات اللي نجح الأهلي في أنه يحسنها طاهر محمد طاهر وانتي عارفة يعني بشكل شخصي أعجابي بطاهر إزاي بدر بنون أحمد بيكهم وبإضافة للخمسة المعارين اللي رجعوا شايف أنه هم بيكهم هنقد نتخين الكتير فحقيقة يمكن طبعا وانا يعني من الناس اللي تقلامت جدا لإصابة طاهر في مباراة نهاي الكاس وهو راحة وان شاء الله يعني يرجع مع الفريق في أسرع وقت ممكن جماهير النادي الأهلي مستنية من الصفقات الجديدة كتير وخصوصا أن الموسم اللي جاي زحمة جدا وكالعادة ان شاء الله بإذن الله جماهير النادي الأهلي ما عنداش أنها تتنازل عن أي بطولة تدخلها صار بتعملي الإشارة فنروح للعنوين زيانجو سليماني اقتربان من العودة لتدريبات الأهلي بعد التعافي من كورونا موسيماني يبدأ دراسة بطل النايجر قبل انطلاق البطولة الأفريقية الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية تحد الكرة يرفض إقامة معسكر المنتخب أواخر ديسمبر المسابقات الإيقاف 16 مباراة لمن يعتزي على حكم المنتخبات الأوروبية تترقب خارطة الطريق نحو مونديال 20-22 يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية في السادسة نبدأ بقى أخبارنا مع حضرتكم يعني الحمد لله نطمن طبعا على اتنين من نجوم الفريق اللي غيابهم أعتقد أنه إحنا متفقين كان مؤثر إلى حد كبير المالي أليو دينغ لعب وسط النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بداية من بكرة هيكون موجود في تمرينة الفريق الأول بعد ما تعافى من فيروس كورونا طبعا اللي حرمه سويا من التدريبات أو من مطشاط الأهلي الأخرانية وإن شاء الله يكون جاهز للمطشاط اللي جاية كمان نجم الفريق وليد سليمان الحمد لله طمين عليه خرج من المستشفى بعد ما اقترب شفاقه بشكل تام من فيروس كورونا وده اللي أكده دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي وبكرة إن شاء الله بتدام بقى من بكرة ندخل في الجد ونحن ملحناش نخرج من الجد عشان ندخل فيه بس هندخل في الجد ابتداء من بكرة عشان نستعد المباراة مصر المقصة أو المطشاط الأهلي في الدوري اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 13 ديسمبر يوم الحد اللي جاي ودي انطلاقة سيزن جديد أو انطلاقة بطولة الدوري الممتاز نروح لبيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الأهلي اللي طلب من جهازه المعاون إن هو يعاد تقرير شامل عن الفريق بطل النيجر اللي هيواجهه طبعا النادي الأهلي يأما يوم 22 أو 23 ديسمبر ده في ذهاب دور 32 ببطولة دوري أبطال الأفريق موسيماني عايز يستعد كويس قوي طبعا لرحلة الفريق في النيجر ويعرف كل المعلومات عن المنافس اللي صعد للدور ده طبعا بعد ما قدر أنه هو يتفوق على فريق مقديسيو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النيجر وتعادل سلبا في الصومال بدور الـ 64 للبطولة عايز يجهز نفسه جدا طبعا المشوار بقى من أول أي بطولة جاية توقيع موسيماني طولا وحيدا يعني خلاص الرجل بيتولى مسؤولية البطولة من أولها لأخيرها إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله يكون مشواره مكلل بالنجاح ثوني داب على فكرة فريق مالوش اسم قوي في القارة الأفريقية يعني بطل النيجر اللي احنا نلعبه فيه يوم 22 أو 23 ديسمبر اللي جاي إن شاء الله مبارات الزهاب هتكون في النيجر والعودة هتكون في القاهرة لكن هو الرجل النادي ده ما شاركش في البطولة الأفريقية غير نسختين النسخة اللي فاتت ونسخة اللي قبلها والاتنين خرج من الأدوار التمهيدية فمواجهة تعتبر سهلة نسبان لنادي الأهلي وإن كان في أفريقيا ما فيش حاجة سهلة بشكل كان نيجي بقى للخبر المهم اللي صارت بتاتي بيه حلقة النهاردة والحقيقة من حقك تفرح ومن حقك تكون فخور أنك أنت أهلاوي وبتنتمي للنادي الأهلي نادي الأهلي تصدر تصنيف قائمة الفرق الإفريقية والعربية بيحتلله المركز رقم 38 على مستوى العالم وده آخر تصنيف الأهلي حقق في 1722 نقطة في القائمة دي اللي بيتصدرها بالمناسبة الفريق الألماني الشقيق باهير ميونيخ والحقيقة الموقع العالمي فوتبول داتا بيز قال أنه الأهلي الحقيقة تفوق في التصنيف على عدد كبير جدا من الأندية العالمية قلت لحضراتكم مثلا منها ساو باولو البرازيلي ليل الفرنسي أندهوفن الهولندي أرسنال الإنجليزي وسبورت انجليش بونا البرتغالي وفالينثيا الأسباني بينما الحقيقة يمكن نادي الزمالك المصري أيضا احتل المركز 153 وحقق 1567 نقطة والمركز الرابع على مستوى القارة الإفريقية والتاني على طبعا صعيد الأندية المصرية في نفس القيمة دي على فكرة المرة التانية اللي الأهلي بيتواج فيها بسلسية زي ما قلنا أو التالتة اللي بيتواج فيها بسلسية زي ما قلنا لحضراتكم لأنه سبق لنا تحقيق الإنجاز ده مرتين قبل كده وده ساهم طبعا يعني وده الموضوع المدامج بتحسب بالبطولات بتحسب بالنقاط وده مرتبط بحجم ونسبة مشاركتك في المباريات والبطولات المختلفة مدى نجاحك في تحقيق الفوز بيها مدى نجاحك في تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة النقاط أيضا بتحسب تقييمها بناء على قوة المنافس اللي بيحتل ترتيبه لديه عدد من النقاط يعني لو بتواجه فريق كبير ومتقدم فيه القايمة عنده رصيد كبير جدا من النقاط وبتفوز عليه ده بيحسب لك في رصيدك نقاط أكبر من لما تقابل فريق تاني ممكن يكون ترتيبه متأخر شوية في نفس القايمة وبالتالي ليها نظام معين في حساب النقاط لكن مش مرتبط بشكل مباشر بتحقيق البطولة طيب نروح للجنة المسابقاتي أحمد باتحاد الكرة واللي رفضت الحقيقة إقامة معسكرات للمنتخبين الأول والأولمبي خلال شهر ديسمبر ده وتحديدا في الفترة من 20 لحد 28 من الشهر ده وده بسبب ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدوري الجديد اللي طبعا هيشهد العديد من التوقفات اتحاد الكرة بيرغب في ان هو يحافظ على انتظام مع وعيد مبارياته منعا لأي أزمات ممكن تهدد استكمال الموسم الجديد ده وقبل كده يمكن كان كابتن حسام البدري المدير الفني طبعا المنتخب مصر الأول طلب معسكر المنتخب الأول في ديسمبر الجاري ده بجانب ان هو تلقى المنتخب الأولمبي بقى مش المنتخب الأول عرض لمواجهة اليابان وديا طبعا في نفس الشهر ده إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة في نهاية حافظ على انتظام جدول الدوري في الموسم الجديد وكان الله في عون الأندية وكان الله في عون اللاعبين وكان الله في عون المنتخبات يعني احنا منتكلم على موسمين متواصلين والاتنين الحقيقة فيهم كم كبير جدا من البطولات وسواء منتكلم عن مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية الأندية مطالب منها أنها تشارك فيه أكتر من بطولة زي الأهلي زي الزمالك زي بيرميدز زي المقاولين منتخبات على مستوى المنتخب الأولمبي عندنا استعداد للأولمبياد وإن شاء الله نلعب الأولمبياد لو تم إقامتها العام اللي جاي العام القادم عندنا تصفيات أفريقيا كاسعالم عندنا بطولة أفريقيا في الكاميرون يعني أجندة مزدحمة جدا على كل المستويات في موسمين حالة التلاحهم بينهم في حد ذاتها بتحط عبق كبير جدا على الأندية وعلى اللعبين مهم مناسبة لحقيقة تطوير المسابقات كمان في خبر معنا مهم النهاردة الحقيقة مازل مرزوق رئيس لجنة المسابقات أكد أنه يعني بيعمل حاليا أنه يتم واضح لائحة عقوبات جديدة وإرسالها الأندية يمكن من البنود اللي تم تعدلها وأعتقد أنها تساهم بشكل كبير في زيادة حالة الضبط والربط اللي في أوقات كتير للأسف بتكون غايبة عن ملعبنا قال مثلا أنه هيكون فيه إيقاف هيصل لستاشر مباراة في حالة الاعتداء على حكم المباراة دي واحدة أعتقد أنه البند ده تحديدا فيما يتعلق بالاعتداء على الحكم كان قبل كده العقوبة بتاعته إيقاف لحد ثمن ماتشاط طبعا هنا يعني كلمة اعتداء في حد ذاتها يمكن محتاجة شوية تفسير لأنه اعتداء دي ممكن تكون اعتداء لفظي اعتداء بالإيد اعتداء شد من التيشرت أو اعتداء صريح فبالتالي محتاجة تكون أكتر وضوحا حقيقة كمان رئيس لارنة المسابقات في تصريحات وقال أنه بيعمل أنه يكون هناك فيه اللائحة ما يلزم كل فريق على التوجه لمنتصف الملعب عشان يتم مصفحة بين اللاعبين بعد انتهاء المباراة وده بهدف أن يكون فيه تقليل لحالة الشد العصبي وقال ليس شرطا أنه الفريق بالكامل لكن يجب أن يكون شكل حضاري وأنه اللعيبة تسلم على بعد بعد انتهاء المباراة وتسلم على طاقم التحكيم بعد انتهاء المباراة ولو امتنع فريق عنده هيكون فيه عقوبة بتطبق عليه أضاف كمان أنه هيتم تجديد العقوبات في بعض الأمور يعني من الورد أنه يكون فيه احتكاكات في كرة القدم وده شيء طبيعي وبنشوفه في كل ملعب العالم لكن الاشتباكات انتهت من كل ملعب العالم وده حقيقي يعني نادراً النهاردة لما بنشوف حالة اشتباك بين في مباراة كرة قدم في أي دورة في العالم وده الحقيقة مفروض كمان يكون ينتهي بشكل كبير جداً من مصر ومش هيحصل ده لو كان فيه عقوبات وفي حالة ضبط وراب زي ما قلت لحضراتكم وقال أنه الاعتداء على الحكم شيء طبعاً مرفوض جداً وهيترجم على طول للإيقاف لمدة 16 مباراة بداية من الموسم الخاضر طيب نروح بقى كمان الحاجة مهمة جداً نهاردة أحمد نهاردة الساعة سابعة كمان شوائية كل الأنظار هتكون بتتجه لمدينة زيورخ سويسرية علشان يتابعوا طبعاً فعاليات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة المونديال 20-22 المنتخبات الأوروبية الـ 55 بتترقب ملامح الطريق اللي هيحسن مقاعد القارة العجوز طبعاً في البطولة دي وعلى عكس المعتاد القرعة المراضي هتكون حدث افتراضي يعني هتجرى من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ 55 المشاركة في التصفيات عن بعض وعن طريق الإنترنت في ظل طبعاً الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا هيتم توزيع المنتخبات الـ 55 المشاركة بالتصفيات دي على ست مستويات مختلفة وده بناء على موقعها في التصنيف العالمي طبعاً الصادر عن الفيفا في نوفمبر اللي فات وكل المستويات دي ضمت طبعاً عشر منتخبات وطبعاً ضم المستوى السادس خمس منتخبات فقط لحضراتكم كالتالي المستوى الأول هيكون معنا طبعاً الجدول على الشاشة المستوى الأول في بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا المستوى الثاني هيكون فيه سويسرا وويلز وبولندا والسويد والنمسا وأوكرانيا وصربيا وتركيا وسلوفاكيا ورومانيا أو رومانيا وبعد كده المستوى الثالث روسيا والمجر وأرلندا وجمهورية التشيك والنرويج وأرلندا الشمالية وأيسلندا وسكوتلندا واليونان وفنلندا أعتقد المستوى الرابع بقى ندخل فيه البوسنا والهرسك عندنا سلوفينيا عندنا مونتنيجرو عندنا مقدونيا الشمالية ألبانيا بولغاريا الكائن الصهيوني بيلاروس أو بيلاروسيا جورجيا لوكسنبورغ وبعد كده المستوى الخامس أرمينيا كوبروس جزر فارو أزربيجان وإستونيا وكوسوفو كازاخستان ولتوانيا ولادفيا وأندورا أما المستوى السادس فبيضم مالتا ومولدوفا وليشنشتاين وجبل طارق وسان مارينو وكل المنتخبات الخمسة وخمسين دي حتى تسارع على 13 مقعد في المونديال طبعا المونديال ده بيقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط طبعا والتصفيات دي من المقرر نهاية تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل ما بين طبعا 24 مارس لحد 29 مارس من 2021 لـ 2022 نروح للفاصل ونرجع لحضراتكم على طول عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتوهج من جديد في بطولة البريمير ليج بعد أن قاد فريقه للفوز على ويلفر هامبتون برباعية أمس في مباراة الجولة الحادية عشرة من المسابقة الفرعون المصري سجل هدفا وصنع آخر ووصل للهدف تسعة في الدوري هذا الموسم خلف كلايفر تلوين مهاجم إيفرتون ومتصدر جدول الهدفين بالبريمير ليج بأحد عشر هدفا حقق صلاح العديد من الأرقام المميزة كعدته حيث تمكن من معادلة أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في البريمير ليج صاحب الأربعة وثمانين هدفا ولكن بعدد مباريات أقل لكن صلاح سجل الأربعة وثمانين هدفا خلال مئة وإحدى وثلاثين مباراة بينما جاءت أهدافه رونالدو خلال مئة وست وتسعين مواجهة منذ انضمام صلاح إلى ليفر بول في صيف 2017-2018 سهم في مئة واثنى عشر هدفا أكثر من أي لعب آخر في الدوري الإنجليزي ويبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقي هاريكين مهاجمي توتنهام والذي ساهم في تلك الفترة بواحد وتسعين هدفا مواجهة ليفر بول أمام ويلفر هامتون كانت هي المباراة السابعة عشر التي يسجل ويصنع فيها صلاح في الدوري الإنجليزي كما أصبح مو صلاح مسجلا على ملعب آنفيلد اثنين وخمسين هدفا بالبريمير ليج منذ انضمامه إلى الريدز ولم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى هذا العدد من الأهداف على ملعب فريقه منذ موسم 2017 2018 حتى الآن سوى الثنائي ليونيل ماسي نكبرشلونة والذي سجل 63 هدفا على ملعب كامبنو والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي أحرز 59 هدفا كما حقق ليفر بول فوزه رقم 31 خلال آخر 32 لقاء خاضهم على أرض ولم يخسر على ملعب آنفند في الدور الإنجليزي للمباراة رقم 65 موسالع الشهير بابو صلاح محمد صلاح النجم المصري طبعا اللي تقلق في مباراة مبارح وأحرز أول أهداف ليفر بول حقيقة يمكن صلاح مش بس خصة نجاح خدوا بالحضراتكم أنه بلاعب بحجم محمد صلاح بيتعرض لكم كبير جدا من الضغوط أنك تيجي الفريق كبير جدا زي ليفر بول في أول موسم لعب ما حدش منتظر منه الكتير ما حدش يعرفه فتكون نجم الفريق وتكون هدفه ده شيء صعب ومحمد صلاح قدر ينجح في ده لكن الأصعب منه أنك تتحط تحت الضغوط وأنك تبقى مطالب بقيادة فريق بحجم ليفر بول لإحراز الأهداف وتحقيق البطولات بعد معرف الجميع إمكانياتك ومهاراتك وقدراتك وأصبحت تتعرض لضغط شديد جدا جوه الملعب وبرى الملعب هنا الفرق بين لعب محترف أصبح نجم مش بس فيه التسعين ديها اللي بيلعبهم جوه الملعب ومش بس فيه قدراته المهارية وقدراته الجثمانية والبدنية لا الحقيقة الموضوع مرتبط بشكل كبير جدا بالعقلية واللي يشوف أن صلاح وصل النهاردة لقمة مستوى بالتأكيد مخطئ صلاح قدامه كتير جدا عشان يطور من نفسه وسنه وعمره ومكانته اللي وصل لها في التوقيت ده وفي السن ده يسمح له بدا أعتقد أنه إحنا قدام تجربة مصرية نتمنى أنها تتكرر مش بس في ملعب إنجلترا في كل الملعب وفي كل الدوريات وبالتوفيق لمو صلاح اللي بيحتل النهاردة الترتيب أو المركز رقم 3 على مستوى هدافي البريمير ليج برصيد 9 أهداف بيفرقوا عن سون هدف واحد فقط مهاجم توتنام وبيفرقوا عن كالفرت لوين مهاجم أفرتون اللي بتصدر ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف هدفين فقط وصلاح قادر على تكرار إن شاء الله الإنجاز خلينا نروح اليونان ونتمنى على كوكا ونتمنى كمان على وردة كوكا طبعا إحنا عرفنا أنه مصاب بفيروس كورونا ألف سلام عليك يا كوكا وإن شاء الله ترجع بالسلامة مرة تانية ومفترض أنه هو هيبتعد لغاية نهاية العام الحالي هيكون معنا من خلال الفيديو كونفرنس إنزو نافارا الصحفي اليوناني بموقع كالتشو جريك أهلا بك على شاشة الأهلي وفي برنامج السادسة أهلا وشكرا لحضراتكم لدعواتي للحضور معكم بداية نحب نطمن منك على التطورات أو الحالة الصحية لأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني بعد طبعا مصادر بيام الندي بيأكد غيابه عن الفريق لنهاية العام بسبب مضاعفات السبت وبفيروس كورونا نعم جمعة الماضية أعلن اتحاد الكورو اليوناني أن حسن لن يلعب حتى نهاية العام وهو حاليا في منزله في اليونان وصحاته عامة صحة جيدة ولكنه عليه أن يستعيد قدراته البدنية حتى يستطيع اللعب لعام 2021 إلا أننا لا نتحدث في كل الأحوال عن حالة إصابة شديدة وهو الآن محجوز في البيت على سبيل راحة أكتر من الإصابة لحسن كوكا بشكل عام إصابات الكورونا زي بتأثر على النشاط الرياضي وعلى المسابقة الرئيسية في اليونان وهل اتكررت في الأيام الأخيرة خصوصا في فريق أولمبياكوس في الأولمبياكوس بخلاف حسن كوكا هناك برونو وهو لعب برازيلي أصيب أيضا وحتى نهاية العام هو أيضا حتى نهاية عام 2020 لن يكتر أن يلعب وفيما يخص الكورة اليونانية هناك بروتوكول خاص حيث إذا كان للفريق ثلاثة إصابات لا يمكن للفريق النزول إلى أرض الملعب وبالتالي سوف يتم تأجيل المباريات ولذلك تم تأجيل العديد من المباريات ومثل حالة حسن كوكا أو برونو على سبيل المثال هناك فرق لم تطلها الإصابات وبالتالي نأمل جميعا أن يرجعوا جميعهم إلى الفورمة لأن الكورونا فيروس الآن ماذا يعني خطر في اليونان وهناك حظر تجاول ونتمنى أن لا يكون لذلك أثر شديد على الكرة اليونانية كوكا بيعتبر واحد من العناصر الأساسية اللي شاركت بشكل كبير مع فريق أولمبياكوس في الموسم الأخير زي بتشوف غيابه عن الفريق لنهاية العام وتأثيره على خط هجوم الفريق وهل في بداية الجهزة أنها تشغل مكان كوكا في الفترة الحالية ولا لا حسن كوكا بالنسبة للأولمبياكوس هو مهاجم ممتاز للدور المطلوب منه وبالتالي حسن الباك أب كذلك ليوسف العربيم وهو لعب تونسي وفيما يخص الكرة تحت نادي أولمبياكوس أن يكون لدينا المهاجم المركزي مثل حسن غياب مثل حسن هو شيء شديد الأثر وبالتالي لمدة شهر كامل على النادي أن يلعب بمهاجم واحد مثل العربي وإن كان مهاجم كوي إلا أنه عمره ثلاثة أو أربعة وثلاثين سنة وبالتالي لا يمكن أن نعرف إلى مات يمكن أن تستمر مثل هذه الحالة ومن هنا يمكن للمدرب أن يحط فورتونس أو أو لعب آخر ولكن عمتا الوضع حاليا حاد شديد في بعض التقارير الصحفية لك أنت بتكلم أنه إدارة النادي نادي أولمبياكوس يمكن بتفكر فيه التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب كوكا لنهاية العام إيهي مدى صحتها ومين هم أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق اليوناني أولمبياكوس حتى الآن لن يدخل الميركاتو فيما يخص استعادة حسن كوكا لأن حسن حيرجع في يناير وبالتالي الفذاء التي ما تزال مفتوحة يعني إحنا عشان نوصل للميركاتو ده في يناير يكون هو إن شاء الله رجع في بداية يناير للملعب وبالتالي ليست هناك يعني حتى الآن إشاعات حول هذا الأمر عن الاستعادة عن حسن أو استبداله بآخر حتى استعيد صحته غياب كوكا يأثر على فرص أولمبياكوس في المشاركة في مسابعة اليوروبا ليج الموسم الحالي خصوصا أنه بينافس أو بيصارع على المركز الثالث في مجموعته مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي خصوصا طبعا بعد ما خسر الاثنين فرصة الصعود لدور الستاشر الأولمبياكوس يوم الأربع سوف يواجه فريق بورتو في آخر مباراة لهم وسوف يذهب إلى اليوروبيان ليج فقط إن حصل على نتائج أفضل أو مساوية لنادي الأولمبيك مارسيليا حيث أن أولمبيك ديمايسي كسب المباراة الأسبوع الماضي وفي هذه اللحظة العربي هو على مستوى جيد وبالتالي نرى أن غياب حسن لن تكون ذات أثر السلبي ولكن الأولمبياكوس يصبو إلى الوصول إلى اليوروبيان ليج ومن هنا إلى فبراير سوف يكون العربي وحسن كوكا إن شاء الله على أفضل مستوياتهم وهذا ما نأمل خليني أتكلم برضو على بعض التقارير يعني في بعض الأنباء اللي وردت بتتكلم على إنه عمرو وردة تعرض لاعتداء من جانب بعض جماهير فريق أولمبياكوس وده كان خلال مشاركته في تدريبات الفريق اللي بيلعب بيه فريق فولوس وده بسبب أنه كان عمرو بيلعب قبل كده لنادي باوكسالونيك اليوناني إيه صحيحة الأخبار إيه صحة الأخبار دي ماذا صحة الأخبار دي هنا الحقيقة يعني هي بين البينين لأن في تدريب يوم الجمعة السابق وردة قال أنه تم يعني هوليجان يعني قم يعني بالاعتداء عليه ولكن النادي نفى مثل هذه المعلومة وقال أن الاعتداء كان مع أشخاص آخرين وليس مع اللعب وردة هو لعب للباوك لسنين طويلة وإن كان هناك بين باوك وأولمبياكوس يعني تنافس شديد وذلك أيضا بالنسبة للحصول على الكأس لأنهم هم الفريقين الأكثر شعبية في اليونان وبالتالي يعني يعني محبي الفريقين لن يخسروا فرصة للتنافس والإظهار هذه الروح روح حب الفريقهم يعني يهمني عرف رأيك بشكل شخصي يعني تقييمك لنجاح تجربة اللاعبين المصريين في الدوري اليوناني طبعا نحن نتكلم على كوكا وعمر وردة مجيل حالي لكن سبقهم أسماء كتيرة جدا قبل كده وإيه رأيك أو إيه هي فكرتك عن احتراف اللاعبين المصريين وانتشارهم في العندية اليونانية اللاعبين المصريين هم فرصة كبيرة بالنسبة للكرة اليونانية لأنه قبل كل شيء جغرافيا هم ليس بعيدين وسنيا المباراة يعني المنافسة اليونانية هي خطوة يعني تعتبر خطوة إضافية للعبين ومثلا هناك من لعبوا للأولمبياكوس إلى السكاوتينج المطلوب وبالتالي تم دمهم لفرق أكبر الأولمبياكوس عنده سكاوتينج كبير بالنسبة للفرق المحلية وكذلك دوليا وبالنسبة للعبين المصريين وللشمال الأفراقيين على وجه العموم حين أن يكون لعبوا للدوري اليوناني هذا يحملهم إلى أبواب أو إلى نافذة أكبر نحو الدولية ونحو أوروبا إنزو نافارا الصحفي اليوناني بموقع كالتشو جريك بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى التواصل معنا على الشاشة الأهلي وكل التوفيق طبعا ألف نتمنى السلامة ويرجع للملاعب بسرعة طبعا كوكا نموذج مشرف للعبين المصريين يمكن إحنا في مصر نزوم شوية مع المنتخب لكن الحقيقة هو مقدم مواسم أكتر من رائعة خلال مشوار احترافه نتمنى له إن شاء الله يرجع بألف سلامة وخليني بعد الفاصل يعني في السادسة مستمرين ولقاء مع نجم من طراز رفيع فيه كده أوقات يلاقي مواهب أو مواهبة فزة ضفنا النهاردة في السادسة واحد منهم كوكتيل مواهب من الصعب إنها تتواجد في مدافع ويكون كمان هداف الحقيقة هيكون ضفنا النهاردة واحد من النجوم دفاع النادي الأهلي كابتن سامير كامونة ضفع لنا في السادسة بعد الفاصل برحب بحضراتكم مرة تانية والحقيقة بطشرف إنه معايا واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية يعني تاريخ مليان إنجازات سواء مع المنتخب الوطني أو مع النادي الأهلي مدافع قوي وكبير وده غير إنه طبعا شرفنا بالاحتراف في أوروبا كابتن سامير كامونة منورني يا كابتن منورة حضرتك ربنا يخليك أهلا وسهلا بحضرتك وبقناة النادي الأهلي وبالسادسة مساء طبعا إن شاء الله بكون حالة كويسة وخفيفة يعني مدى حضرتك معنا ومنساعة ما قلنا إن حضرتك معنا الحقيقة الأهلوية متحمسين ومبسوطين جدا بالحبايب كله أفضل مدافع واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية الحقيقة وكنا وإحنا نتفرج على التقرير يا كابتن كنا وقفين عند كام جون كده مع بعض كنت بقولك على هدف جبنا بيه البطولة العربية وإنه كان لازم نكسب في الرجاء في المغرب وكان لازم نكسب حتى بتعادل ما ينفعش فاكر كواليس الهدف ده فاكر البطولة طبعا من أجمل أهداف حياتي طبعا أولا لأنه جاب بطولة النادي الأهلي وكنا محتاجينها جدا بطولة كانت رايحة مننا خالص وبعد كده يدرنا بإصرار لعبة النادي الأهلي وعزمتهم اللي احنا متعودين نحنا نفرح جميل النادي الأهلي يدرت أننا أحرز هدف من كرة عرضية من أبو الدهب الحمد لله عملتها هيدرز جاد جون فكنا محتاجين نكسب من برادة فكسبناها بالفعل وكانت بطولة غالية علينا قوي لأنه الفترة دي ما كناش بنلعب في أفريقيا يعني كان في مشاكل في أفريقيا بالنادي الأهلي كان في يعني النادي الأهلي ما كانش بيشارك في أفريقيا بسيء ومستمرة لكن كنا بنعوضة في البطولات العربية وكاس مصر والدوري لكن بطولة النقبة العربية دي بطولة من البطولات اللي هي غالية على جميل النادي الأهلي والأخص لي أنا أننا جبت هدف يعتبر التتويج بالبطولة هدف التتويج ده بيبقى كواليس تانية خالص حاجة تانية خالص حصوصا وقتها كان أولمبيك خريبكا كانت عادل كان مفروض إحنا نكسب وأولمبي خريبكا يتعادل فالظروف سعادتنا فعلا أولمبي خريبكا تعادل وإحنا كسبنا وباللعب مين باللعب الرغاء المغربي في سيدنا محمد الخامس فعلى ملعبهم وسط جمهيرو وانت عارف بقى يعني شمال أفريقيا الوضع بيبقى مختلف شوية بقى بيحمسهم وعندهم لعيبة على الأعلى مستوى وبعد البطولة دي هم أصلا كمان فيه كذا لعيبة احتارة في فرنسا من الرجال المغربي فرقة قيلة جدا فرقة منظمة معروفة جدا في شمال أفريقيا أو في المغرب لكن إحنا برضو كنا فرقة قيلة كان معنا برضو نجوم وكان معنا لعيبة كويسة قوي كانت بتساعد الواحد أنه ياخد بطولة لما جريت بعد الهدف كده جريت لحد المؤسورة الناس كلها بتبتكر أن أنا روح سامير كان مونة روح ولا إيه خلاص إن شاء يلعب تاني كانت في الدية حوالي 44 أو 45 فأنا رايح لجماهير الأهلي لأنهما كان فيه جزء من السفارة جايبين أعلام وفيه ناس كانت تعيشة في المغرب عشاق النادي الأهلي فأنا رايح يعني تحية لهم أن هما كانوا مشرفين يعني ومتواجدين معنا فدي أبسط حاجة أن أنا أقدمها الجامير النادي أهلي في خارج مصر أن هما وقفوا جنبنا لحد الدية 44 أو 45 فأنا كنت رايحة حييهم يعني كنت فرحة بيهم أوي بقولهم يعني باهدلهم البطولة طيب وقفنا عند جون تاني يا كابتن قلت لي 120 كيلو في الساعة هدف المينيا ده في الدوري من أجمل أهداف اللي أنا جبتها تزديدة قوية جدا من برة 18 وأن الحمد لله كنت مميز في التزديدات يعني سبحان الله أنا في الكرة دي أنا حطيت غلي كله في الكرة دي لأن كنت محتاج أن أنا يعني أزود من مستوايا وأثبت أقدامي في المنتخب من طريقي وتوجده في النادي الأهلي فكل بقى الغل وكل الطاقة اللي جات لي جات في الكرة دي فتقريبا من أقوى الشيط اللي أنا شطها في حياتي وكان حد صاحبي كده عمل يعني حاجة كده فقال لي على فكرة الكرة بتاعتك يعني بتهيالي بسرعة 120 كيلو في الساعة فكان الكرة قوية جدا ويعني كانت الهدف أنا بحبها على هدف برضو في مباراة الإسماعيلي قلت لي كسبنا هنا ستة كان الهدف الرابع فكر كل حاجة أهدف الواحد بيحرزها مع نادي الأهلي عمره عمره ما انساها فبتهيألي من الإجوان اللي واحد بيعتز بيها هدف زي الإسماعيلي هدف زي الرجاء المغربي هدف زي المينيا ده هدف الرجاء ده هدف الرجاء اللي في آخر دي صراحة يعني البطولة مكشفة أيها بتقول إيه هنا بقى أنا سمير كامونة صح يعني كنت محتاج أن أنا كان عندي طاقة جامدة جدا فطلعت ولا كنت عايز تثبت حاجة معايا لا حاسك في حماس أوش يعني أنا الفترة دي كنت برا المنتخب اه فلواحد حقه المشروع أنه هو يعني يبقى موجود ويشرب بلده ويبقى موجود في التشكيل الأساسي فكنت مدى اه طبعا كنت مدى كان تقريبا كابتن فاروق عفر لماسك ما كانش بلعبني الفترة دي لكن بعد البطولة دي كابتن جوهر لما مسك أعرف بقى إمكانيات سامير كامونة كويس قوي وقدر أنه هو يوظفني التوظيف الصح والحمد لله قدرت أن أنا من خلال رجوع كابتن جوهر المنتخب أخذنا بطولة أفريقيا سنة 98 ولعبت كأس علامة كارات حسنت أن ربنا عوضت اه يعني برضو هو المدرب برضو يعني ليه نظرة وعارف إمكانيات كل اللعيب هو بيختاره بالذات لعبت المنتخب لازم يستفيد من كل واحد فهو كابتن جوهر طوارني جامد قوي المدربين أنا بعتز بيها وقدر أنه هو يعني كمان خلانا احترف في أوروبا أصلا الحركة دي وأنا سامير كامونة دي فكرتني عارف كده لما بيبقى مثلا رونالدو متدايق وفيه انتقادات فبعد الهدف يروح رايح للجماهير كده ويساكده صلاح بعد فترة اللي هو لأ ده أخر موسم واحد بعد الهدف ما كانش بيحتفل كان بيروح عند الجماهير ويفضل واقف ساكد وعشان كده فتكرت دي وقال لكم انت عايز تثبت حاجة معين هي الرسالة كانت بتوصل لحده معين وهي وصلت لكن هو ما كانش يعني برضو عارف إمكانيات سامير كويس أبو كان ممكن يكون بيلعب حد أقل مني فنيا وبدانيا لكن هي وجهة نظره لكن جي حد تاني اللي هو كابتن جوهري عارف إمكانيات سامير كامونة كويس وقدر أنه يحطني في الطريق الصح والحمد لله مشيت بشكل كويس مع المتحدة تاريخ كبير ومشرف طبعا يا كابتن وكل الأهلوية من ساعة ما قلنا أن حضرتك معنا زي ما بقولك أنه بيتكلموا على قد إيه لحد دلوقتي بيتفرجوا على أهداف ومباريات طبعا كابتن سامير كامونة عشان كده عايز أبدأ معك من صفقة مهمة في النادي الأهلي مؤخرا وهي صفقة بدر بنون أنا عايز أسألك بشكل شخصي على رأيك وعلى رأيك في أداء اللعب طبعا بنتكلم على هو مباراة رسمية واحدة بس قدر أن هو يشارك فيها وأنا كنت يمكن بقول في بداية الحلقة يا كابتن أنه أنا شايفة أنه قد إيه ضغط عصبي كبير على لاعب أن تكون أول مباراة ليه مع فريقه الجديد مباراة رسمية وانهائي بطولة ومع ذلك اللعب ده علشان قائد وشخصية وجاي من فريق كبير كان فيه ثقة بالنفس كبيرة قوي وطبعا مش أنا بقى اللي هتكلم على الأداء وحضراتك موجود أنا بتكلم على حد في نفس مركزك تقريبا هو كويس أني اخترت حد في مركز عشانه كويس طبعا النادي الأهلي كان موفق جدا مع ميستر مسماني في اختيار بدر بنو ممكننا من سنة أو سنتين قلت في بعض السيادات وكمان في قناة معظم قناة في النادي الأهلي قلت النادي الأهلي محتاج مساك سوبر وبالفعل بدر بنوما يعني اسم على مسامة يعني فعلا تحقق رغبتي وممكن يكونوا سامة وكلامي لكن هما فعلا كانوا حبطين من ضمن خطتهم لجنة تخطيطنا هما جيبوا مدعف سوبر فعلا وفرود سوبر فبدر بنوما لعبة كويسة جدا جاي لعيب جاهز مش محتاج ان احنا نقيمه يعني فنيا هو لعيب دولي ولعيب في النادي المغربي من الأندية العريقة في المغرب او شمال أفريقيا فهو جاي جاهز لكن لعب مباراة صعبة جدا واختيار مسماني ليه كان لقى صعب عشان حاجة مهمة جدا هو اول مباراة لي مع النادي الأهلي مبارانة هائية وكاس وكمان النادي الأهلي واخد أفريقيا قبلها بأيام قليلة جدا وكان يسر إبراهيم وأيمن أشرب بيلعبه فصعب جدا المدير الفاني ان هو يشيل حد أساسي ويحط حد جديد ما كان حد يعني دي في حد زدها مشكلة لان ثبات التشكيل والتجانس مهم جدا لكن هو ممكن يكون مستر المسماني جازف شوي جازب باختياره البدر بس اختياره نباد ما انه ثقة في اللاعب قوي؟ هو عنده ثقة في اللاعب وعنده طبعا رؤية كويسة جدا عشان كده قدر ان هو يختاره وما تردتش لكن هي كانت مجاسفة لكن اختياره كان في محله بادر ادى اداء كويس جدا اداء راقي بيبدأ الهجمة من ورا بيقدر ان هو عنده رقابة وبيلعب هيدرز كويس جدا عنده ميزة ان هو بياخد خط الظهر النص الملعب فدي مشكلة للمعظم المدافعين اللي موجودين في مصر ان معظم المدافعين في مصر الاتنين اللي في القلب بيبقوا يعني عايز اقول لحضرتك ايه قريبين من الحارس قوي فده غلط كلما يزوء المدافعين لحد نص الملعب بتدي ارتياحية في التحرك لنص الملعب والمهاجمين بيلعبوا براحتهم او بيبقى فيه عمكه هجومي لكن هو لعيب هايل ولعيب كويس جدا واختيار كان موفق من مجلس الادارة واختيار موفق من موسيماني ان هو يبدأ مباراة طلع الجيش وعمل مباراة كويسة فعلان وهو طلع وصرح قال انا كنت قلقان شوائي لكن النادي الاهل نادي بطولات وانا مبسوط ان انا اول بطولة لها مع نادي الاهل حضرتك كنت بتقول من شوية انه بتفرق قوي انه المدرب يكون عنده ثقة في اللاعب او مديره الثقة او بيفرق معاه نفسيا شايف ازاي موسيماني عمل ده مع لعبته وبرضو هسألك انه شايف مين اكتر اللعبة اللي تطورت مع موسيماني هو فيه ممكن اكتر من اللاعب الشحات ناحية اليمين في الونج اليمين يعني كهرباء لحد ما لسه كهرباء عنده اكتر من كده او من جامهير الاهل الطالبة منه اكتر من كده انه هو احنا عارفين امكانياته كويس لعب كويس وجاب هدف قدام طلع الجيش لكن كهرباء عنده امكانيات قد كده مش عايز اقول له هذك 30 الف مرة هو عنده لكن برضو مطلعش كل الامكانيات اللي عنده احنا عارفين امكانياته كويس لعب كويس جد طبعا ديانج في نص الملعب تطور بشكل رائع كان عنده مشكلة في حتة الميسباس ابتدى يصلحها كان طبعا عمر السلية طبعا في قلب الملعب ابتدى يعمل الشق الهجومي كويس قوي ويحرز اهداف ويكسب النادي الاهل الفترة اللي فاتت مع الجانب الدفاع اللي هو كان بيشتغل عليه فده نقطة كانت مهمة جدا انه هو بيدافع كويس قوي وبيستخلص القرى من المنافس بالاضافة كمان انه هو بقى متواجد داخل الصندوق بيعرف يتعامل في القرات السابتة كويس قوي شفناها جاب جون في الزمالك وجاب جون قبل كده في المطشاط اللي في الدوري وفي افريقيا فهو دلوقتي بقى بيجيب جون وبيجيد مركزه كويس قوي المهام بتاعته ابتدى يعملها باتقان قوي عنده نطق قروي فبتهيألي التلاتة دول او الاربعة دول وطبعا مجد قفشة لما لعب مركز عشر دينفايلر كان بلعب وينجرايت مكان شحات مكانش بيجيد فيها قوي او كان بيشتغل كويس لكن ما بيجيتش زي رقم عشرة شفناها ماتش الودات شفناها ماتش الزمالك شفناها ماتش الاتحاد كل مباراة لما بيلعب في المكان ده ويمسي الكرة ويستحوز بيوصل الفراودة للجون المنافس بطريقة كويسة جدا بيعرف يشتغل مع الاتنين لجنبه اللي هو الشحات وقويه بشكل محترم جدا إنما لما لعب هنا بقى في حتة مكان عشرة هنا يبتدى بقى يعمل لعمق الهجوم كويس قوي اشتغل على الفاولات كويس قوي يبتدى يعمل أسست هايل بالإضافة طبعا للأهداف فهو تطور فعلا وكمان خط الظهر يبتدى يبقى متماسك ويبدأ هجمة من وراء سليمة ويوصل لنص الملعب بطريقة صحية واحنا بنقيم الفريق كده بالورقة والألم يا كابتن يعني الفريق معنا جدا الفترة اللي جاية وعندنا تحديات كبيرة جدا وخلاص يعني احنا عرفنا الصفقات اللي جات والمعارين اللي رجعوا هتكلم برضو أكيد مع حضرتك على طاهر وعلى طبعا أحمد باكم بس عايزة أسألك انت شايف انه كده الفترة اللي جاية بالتدعيمات دي فريق الأهلي متكامل ولا شايف انه فيه حاجة نقصة وبالنسبة لخط الظهر محمد هاني وآيمن أشرف وبنون وياسر إبراهيم ورام الربيع وسعد سمير وعلي معلول بتهالي مش محتاج حد تاني حضرتك لو كلمت في نص الملعب ديانج والسلية والسلية وحمد فتحي ونصر ماهر وأكرم توفيق بتهالي أربع خمسة على الدائرة ده عدد كويس جدا مع الامكانيات الهيلة اللي موجودة مش عدد بس لا لعبة كويسة كمان الخط اللي بعده بنتكلم في الشحاية وكهربا وطاهر وبنتكلم في أفشا وأجيه ووليد سليمان ومحمد شريف كل اللعبة دي موجودة بتتكلم يعني في ست سبع لعبة المركز الوحيد لنادي الأهلي محتاج فيه تدعيم هو راس الحرب مروان ماشي بشكل كويس جدا لكن ينقصوا التهديف وفرقة النادي الأهلي أو جميل النادي الأهلي بتطالب أداء أحسن من كده ويزود عدد أهدافه نفس الشيء لصلاح محصن العيب كويس وصغير محتاج أنه يشتغل على نفسه شوية هو وأحمد ياسر ريان الاتنين دول هيبقوا مكسب للنادي الأهلي بالإضافة لفرود سوبر أفريقي أو من شمال أفريقيا لو على حسب العدد الأجانب اللي موجودة النادي الأهلي لو محتاج هيحتاج فرود هداف عشان يقدر يعوض النادي الأهلي بيوصل بيروح لعمك الهجومي كويس جدا لكن بنضيع أجوان كتير أولا محتاج فرود هداف واحد بيترجم بلغة الكورة لو بنتكلم بقى على موسيماني نحن بنتكلم على ثلاث مباريات في الدوري وبعدين أفريقيا وبعدين الكاس تقييمك لموسيماني ومشواره مع الأهلي في الفترة الصغيرة اللي فيها الحدد دلوقتي بطولتين وطبعا بطولة الدوري ما بين فيلر بردو وموسيماني زي ما قلت حضرتك مجلس الإدارة أو كاتب محمود الخطيب كان اختيار موفق لموسيماني من داخل الكرة من داخل الكرة بتكلم في مدرب بطل أفريقيا بل كده مع سان داونس كسب الأهلي وكسب الزمالك وزي ما بيقوله هو في المطبخ بتاع كورة القدم داخل أفريقيا فهو اختصارا للوقت واختصارا للظروف اللي النادي الأهلي كان بيمر بيها بعد رحيل فيلر لكن هو عارف الشغل في القرة هيشتغل ازاي وحافظ لعبة الأهلي جدا فوفر على النادي الأهلي وقت وقدر ان هو يعمل ربط مع لعبة النادي الأهلي ويبدأ ان هو يشتغل معهم بشكل صحيح عارف اللعبة كويس جدا نقطة ضعف ونقطة القوة طور من بعض اللعبين قدر ان هو في فترة سيارة يكمل مكان فيلر امتداد لفيرر في الدوري حوالي 4-5 مطشاط ويكمل مكانه بشكل كويس مطشاط الدوري كانت استعداد كويس أو الأفريقيا نحن دخلين على مبارات الوداد مبارات زهاب ومبارات عودة قدر ان هو يعرف كل كبيرة وصغيرة داخل النادي الأهلي أو جدران الفريق من جوه يعرف اللعبة بيتضايق امتى ما بيتمرنش لا بملتزم مش ملتزم حالته النفسية يشتغل على الحالة النفسية كويس قوي ظهرت على أفشا وعلى أحسن الشحات وعلى أغييه وعلى مروان وقت صغير جدا وقت صغير جدا يعني مطلوب منه حاجات كتير قوي ان هو البطولة المحببة لينها هي بطولة أفريق والفعل ده حصل قدر ان هو عمل زي كوكتيل كده من الأفكار والشغل اللي هو الهارد ويركي يعني في فترة قصيرة قوي فأنا شايف ان هو نجح وقدر ان هو ياخد البطولة مع النادي الأهلي واخد الكاس وان شاء الله تبقى ربعية بقى الخمسية بإذن الله يا رب ان شاء الله ده طبعا كنت بقول حدريك بالرغم من النموسم صعب وكان مليان إصابات وتحديات وغيابات يعني لما موسيماني جي هنتكلم أكتر عنده هنتكلم على الأهداف اللي جايه كابتن سامير كامونة هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا مع كابتن سامير كامونة حضراتكم مرة تانية ولسه معي كابتن سامير كامونة وكنا بنتكلم في الفاصل على الحوالين الموسيماني الجهاز المعاون وقد ايه طبعا عامل شغل كبير جدا لو بنتكلم على مدرب حراس المرمى يا كابتن ميشيل يانكو أو طبعا محلل أداء خلينا نبدأ من مدرب حراس المرمى والشغل اللي حاصل مع طبعا الشناوي علي لطفي مصطفى شبير والشناوي طبعا لأنه في الصورة بشكل قد ميشيل يانكو طبعا لازم نتكلم عليه ونديله حقه لأنه مش ظاهر في الصورة خالص ولازم الناس تعرف الشناوي بقى كويس ليه هو قريد الشناوي كويس قوي ومش محتاج أنه يتقيم ومش محتاج أننا نتكلم عليه كلام حلو أو كلام كويس اشتغل مع مدربين كويسين قوي قبل كده طوروا منه ما فيش شك وقدروا أنهما يعني يخلوا برضو الشناوي رقم واحد في مصر لنما بنتكلم على الفترة الحالية بنتكلم على بطولة أفريقيا بنتكلم على الدوري بنتكلم على كاس مصر لا الراجل شغال معه شغل كويس قوي السباة اللي ينفعله كويس قوي هدافه اللي داخلها مرموعة طبعا وليلة جدا تصدي تمانية بس في الدوري اه تصدي كور كلها وكورات العرضية وحتى المهرية واللعب من الكورة بيبدأ هجمة من وراء ويقدر أنه يباص مع الاثنين مدافعين أو الاربع مدافعين الوراء لا شنوه يتطور فيها كويس جدا وقدر أنه مهرين كمان يزيد بالإضافة طبعا لشغله تحت الثلاث خشبات وابتدى يعمل أسيس زي ما بتقولي في المنتخب ومع النادي الأهلي وماشي بشكل كويس جدا يعني الراجل عامل معه مجهود جبار الحقيقة وخلش الناوي أنه هو يبقى حارس مصر الأول سواء على البطولات المحلية أو في المنتخب الوطني أنه هو ماشي بشكل كويس جدا لو نتكلم على نهائي يا كاس مصر يا كابتن ولما المباراة وقسلت لركلات ترجيح كنا متطمنين بشكل كبير لأنه الشناوي واقف الشناوي موجود دايما جمهور الأهلي متطمن من ناحية دي وكمان هو من أول كورة لطلاقع جيش هو كان مدي ثقة للعيب أنه لأ الموتش ده بتعنا أنه إحنا هنكسر وقدر فعلا أنه هو يأمن الفوز للنادي الأهلي فيش شك لما يكون حارس المرمى ثقة وواقف ما شاء الله كده وحش تقدر أنه هو يدي ثقة للمدافعين ويقدر أنه هو طول ما المدافعين وحارس المرمى سفر تدي طمأنينة نص الملعب وتدي ارتحال الفراد وأنه هو يسجل الأول أحسن ما يكون متأخر بهدف فدي طبعا بتفري وهو كان بادئ بداية كويسة جدا وأنقذ أكتر من هدف ويقدر ياخد الكرات العرضية كتير ويتحرك تحت تلات خشبات بشكل منتظم شكل كويس جدا بالإضافة طبعا أنه هو في ضربات الجزاء برضو كان عنده سبيلت فعالي وقدر أنه هو يعني يصد ضرب الجزاء وقدر يعني يبقى من نجوم المباراة للفترة دي وأنا شايف أن الشنوي كل فترة والتانية بيقدر أنه يتطور فمباراة طلع الجيش كانت مباراة صعبة جدا وقدر أنه هو يعمل مباراة يمكن بعيد عن الحتة الفناية كابتن ومن اللقطات يعني بمناسبة الكلام على حراسة المرمى من اللقطات اللي لفتت نظري ونظر الناس كتير في مباراة نهائي كاس بعد المباراة كان في صورة كده مشهورة لعلي لطفي هو ماسك ورقة عملها يعني لما بيقول لما وصلت المباراة لركلات ترجيح أنا كنت منزل فيديوز لطلاق الجيش وشايف كل لعب منهم ممكن يكون بيسجل في أنهي زاوية وعملها كتبها كده في ورقة بيبشيشوا يعني ورح أهل الشناوي بيفكروا يعني اللي هما مذاكرينه مع محلل الأداء والروح الحقيقة دي مختلفة قوي روح حلوة جدا من طبعا اتنين حراس كبار ودي بقى الروح اللي النادى الأهلي بيتماث بها فلما تلاقي حرس البديل يعني صاحبه وحبيبه وخايف عليه وخايف على النادى الأهلي وخايف البطولة تروح فعارف نوط الطقاء ونوط الضعف في الخصب خصوصا كمان في ضربات الجزاء فلما يدي له ورع يقول له فلان بيشور ناحية المين ويشور ناحية الشمال ممكن ما يوفقش آه لكن لما بتدي له انت المبادرة وتدي له معلومات على الفريق اللي بيلعب ضربات الجزاء دي حاجة ممتازة حاجة كويسة جدا وشوفنا الروح بتاعته ان هي كانت عالية قوي وهو الشناوي مش هيبقى كويس غير بالروح دي يعني الشناوي بقى كويس بالروح دي مع زميله سواء من الحراس اللي موجودة او من اللعبة اللي موجودة وبالفعل ده حصل ويقدر ان هو يتصدق بالضبط انهم بيبصل نفسه انهو ما بيلعبش فيدايق لا هو كلهم ألبهم على بعض ألبهم على الكيان الأكبر وده الحقيقة من سبب من أسباب او السر في السلاسية دي تحقيق السلاسية دي وان شاء الله كمان يا كابتن عايزين حق الخماسية ان شاء الله هو علي لطفي ومصطفى شبير والشناوي بقيته الحراس اللي موجودين في قطاع الناشئين موجودين كلهم بيكملوا بعض وده سر النجاح حراسة النادي الأهلي لما كلهم بيتمرنوا كويس بيدوا ثقة للرجل رقم واحد انهو يبقى متطمن ويقدر انهو يعمل مشاق كويسة وما فيش نفسانة ما عندناش الكلام ده في النادي الأهلي فاللقطة اللي حضرت كلتيها دي من شوية بتدل على الروح الجميلة جدا اللي بترتبط ما بين اللعيبة وبعضها دي حقيق وعجبني كمان علاقة ميشيلي عنكم بي ومن لو بعد المباراة على طول وكان عمال يحدن في الشناوي كل شوية تحس الرجل ده هو مصري بقى تحس انه برغم من الأجانب معروف انهما شوية ما عندنهو مش حتة العاطف قوي زينا هو تحسه مننا قوي بالزبط هو دي ميزة فيه وعشان كده قرب من الشناوي والشناوي قرب منه وابتدى ياخد منه حاجات كتير قوي يستفيد من خبراته هو دي يعني المدرب لما بيصاحب اللعيب شوية لكن في حدود المعقول ويقدر يوصله كل الخبرات اللي عنده الاستجابة بتاعت اللاعب أو الحارس بيطلع كل اللي عنده بحب فده اللي حصل مع ميشيل ومع الشناوي بقية الحراس كده ماشي بشكل كويس جدا وميشيل بصراحة مكسب كبير نادي الأهلي خلي أكيد طبعا يا كابتن أنا باتفق معك جدا كل الأهلوية الحقيقة شايفين ده لو عايزة روح معك لفكرة أنه موسيماني لو هنعد كده الحاجات اللي طورها فنين في الفريق لو مثلا باتكلم على ان الاستحواز بقى بشكل أفضل الطلوع أو الطلوع على المرمى أو ان احنا نروح مرمى الخص بقى بشكل أكتر بكتير من الأول حتى فكرة تطوير الدربات السابتة يعني احنا آخر مبارتين تقريبا ثلاث أداف من كور سابتة أو من دربات سابتة ايه تاني ممكن حضرتك شايفة؟ هو موسيماني ابتدى يعمل تجانس مع لعبة النادي الأهلي في فترة قصيرة درقم واحد نتكلم بقى في الخطوط التانية كده نتكلم مثلا ان الموسيماني ابتدى ما يبقاش فيه جاب ما بين التلات خطوط وبعضيها ابتدى يعرف كل اللعيب واجبات بتاعته دفاعيا وهجوميا اول ما الكورة بتتقطع من كهرباء أو حسين الشحات أو أجاية أو أفشة بيعمل ارتداد سريع جدا لنص الملعب في الحالة الدفاعية والضغط في نص الملعب على المنافس واستخلاص الكورة دي كانت واضحة جدا في التلات أربعة منشاط الأخار قصتان في الموبرات النهائي الكاس قدام طلاقة الجيش وقدر ان هو يحرز الهدف الأولاني وسيطر على المباراة من الاستحواز وبداية الهجمة من الخلف المدافعين برضو الاول كان فيه مشكلة ان المدافعين دي الاهلي كان بيخش فيها جوان كتير كرات عرضية واختراق من العمق هو قفل الحتة دي ابتدى يعمل ايه موسيماني ابتدى من الاتنين مساكين ان الراجل اللي هو ماسك زي المباراة الزمالك لما قفل على مصطفى محمد وقدر ان هو يدايقه كان مع ياسر إبراهيم وايمن أشرف ابتدى ياسر يلعب مع عامل تومان جوة 18 وايمن أشرف يعمل له صبورت بالإضافة للتغطية العكسية للباكرايت والباكريف اللي هو محمد هاني وعلي معلوم ما بقاش فيه المساحات بقاش فيه المساحات خالص وضيق المساحات وزي ما قلت حدك من شوية الجاب اللي هو كان بعيد قوي ما بين نص الملعب والباكات اللي أربع المدافعين ابتدى يبقى فيه يعني عايز أقولك يعني قرب المسافات قرب المسافات شوية وابتدى فيه توازن ما بين التلات خطوط فدي نقطة مهمة جدا بالإضافة طبعا للتهديف عودة كهرباء عودة أفشة عودة الشحات مروم محسن بعد الفترات ياسر إبراهيم أيمن أشرف كل الناس الحياة السولية ديانج الشناوي دلوقتي بنشوف الهاف رايت والهاف لفت بيرجعوا مع الباكات بجانب طبعا الديفندرز هو بيبقى فيه مسندة ما بين الباك والهاف لما بيتضربوا في نص الملعب بتلاقي لو الباك الشمال زي علي معلول متقدم بعد نص الملعب بتلاقي جايه بيعمل سبورت أو بيعمل بيبقى باك لفت مكانه نفس الشيء ناحية التانية من محمد هاني أو الشحات حتى أفشل لو بيبقى متواجد في رقم 10 في قلب الملعب كالثاني علعاب بيرجع لنص الملعب يتعلم أنه يبقى مخربش ويبقى الكرة كده ويعرف أنه يبقى يدافع ودي نقطة مهمة جدا لأن العالم كله بيعمل كده كله بيبقى تحت الكرة في خلال الأثناء المباراة لما يكون موجودة كمان لما تكلمنا على 90 ديئة الكرة لما يكون مع الفرقة دي أو الفرقة دي كله بيعمل ارتداد لنص الملعب بكله بيبقى تحت الكرة مع الضغط اللي بيبقى أقرب واحد للكرة هو اللي بيضغط وضطر حلم الضغط لو راحت الناحة التانية استخلاص الكرة بيبدأ ويلعب على الهجمة المرتدة ده العالم كله بيعمل كده دلوقتي في حالة الكرة لما يكون على الفريق طيب احنا بنتكلم على موسم كبير وطويل وصعب قوي وكله تزاحم مباريات انتهى والموسم الجديد خلاص يعني لازق فيه احنا بنتكلم على مبارات الدوري الاهلي مع مصر المقاصة يوم الحد 11 ديسمبر تقريبا قاعد بتوافق 11 ديسمبر وبنتكلم برضو على سوبر افريقي يا كابتن هيكون اعتقد 18-20 ديسمبر يعني لسه لسه مش اكيد المعادة ومفروض انه يكون في مصر ان شاء الله خليني الاول اسألك شايف الموسم موضوع كورونا اثر على الموسم ده شايفوه ازاي ده خلاص كورونا اللعينة دي احنا تعودنا عليها خلاص في كل الاحوال وكل الاجواء ربنا طبعا يشفي كل الناس ويعافينا ان شاء الله من الفيروس اللعين ده لكن فيه تقاقلم دلوقتي معه وخلاص ونسينا ولازم نشتغل مش هنينفع نقف يعني فالنادي الاهلي في السياو الجديد وجهت نظر انه هيبقى اقوى من الموسم الماضي بكتير لانه عنده اضافات عنده لعيبة رجعت لمستواها عنده نشرة الفوز والتدويج بالبطولات فكل دي دوافع قوية جدا النادي الاهلي يحرص بطولات تاني بالاضافة لعودة ناصر ماهر عودة بيكهم اقرم توفيق محمد شريف صلاح محصن كل اللعيبة الكويسة اللي انا احمد ياسر ريان كل اللعيبة الكويسة جدا اللي انا كنت بتكلم عليها سنة الفاتت الحمد لله رجعت السنة دي في النادي الاهلي فدي اضافة الجميل كمان في الموضوع عن مصر المسلماني مش هيبع عنده مشكلة في حاتة التدوير لانه لما بيبقى فيه ضغط مطشاط في افريقيا وكاس مصر والدوري والسوبر المصري والافريقي بنلعب اربع خمس بطولات في الموسم فلازم يكون عندك عدد من اللعيبة وعدد من المراكز كل اللعيب في مركزه للعفريد بتاعه عشان لو اخستع شوية او بلغة الكورة كده مش متقلق لازم ده يلعب ويبقى فيه منافسة شريفة او منافسة مشروعة داخل الفريق فهي دي موجودة و هيخلقها في ال او هيزرعها في الفريق السنة اللي جاية عشان النادي الاهلي متعود على كده في كل مركز ليه البديل بتاعه بيبقى البديل والبديل الكف شفناه يعني لما شفنا كعربة كان بديل كذا مرة بينزل بيخلص كذا مباراة والد سليمان ربنا يشفيه يرجع بالسلام ان شاء الله التغيير بتبقى يعني طبعا مفيدة جدا وإيجابية وهو كمان بيعرف غير كويس فانا شايف ان الاهلي السنة الجاية هيبقى اقوى من السنة اللي فاتت بالاضافة الصفقات اللي اشتراها النادي الاهلي بنون وبقية اللعيبة اللي رجعت من الاعراض هيبقى اضافة قوية جدا النادي الاهلي وكمان في حاجة مهمة جدا احنا كنا عندنا مشكلة لما كان دكة النادي الاهلي بنلاقيها معظمها ما فيهاش حد ينزل يترجم ما فيهاش حد ينزل يخلص مباراة بنقول من اللي موجود على الدكة لا دا دلوقتي يبقى فيه دكة تقيل قوي مرينيو قبل كده اتكلم بيقولك الفريق القوي لازم يكون اللعيبة في الحالتين لو انت مغلوب هيحتاج حد يدعمه في النواحي الهجومية لو انت كسبان هيحتاج حد في نص الملعب ويحتاجه في النواحي الدفاعية فهو طول ما الفرقة عندها دكة قوية جدا هيبقى اضافة ويقدر ان هو ينزل يعمل حاجة وليد سلمان الحمد لله خف يا كابتن وراجع للتدريب بقران شاء الله طبعا بيفرق جدا طبعا وليد من اللعيبة الكبيرة انا عصرت وليد اخر سنة ليا في بتروجيت لعبت معاه ووليد من اللعيبة المخلصة جدا 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 لنادي الاهلي ويا ما فرحنا وفرح جميل نادي الاهلي وجاب بطولات واحرز اهداف وهو من ضمن اللعيبة اللي هو في قيمة الهدفين الافريقية مع نادي الاهلي فان شاء الله ابو سليم ان شاء الله ترجع بالسلامة واتنور نديك وترجع للتشكيل الاسية ان شاء الله الحمد لله هو الحمد لله انه خف هو وسليم وسلم ولاده الحمد لله وربنا يا ربي طمنا عليهم دايما منشوفش اي حاجة وحشاء ما تكلمتش معك يا كابتن على نهاية افريقيا ومباراة الاهلي والزمالك وشفتها ازاي فنيا وشفت ازاي ادارة مسيماني للمباراة وخصوصا في الشوت التاني تملي المباراة النهاية او مباراة الفاينال دي بتبقى مباراة بعيدة عن فنيات شوية كل الهدف وكل الطموح ودوافعك ان انت تكسب وتاخد البطول لان التاريخ بيكتب في اتحاد كورة القدم او الاتحاد الافريقيا او الفيفا او في اي تاريخ او اي قموس من اللي احرز البطولة من اللي احرز الهدف فبالفعل النادي الاهلي احرز البطولة اه غابت عننا سبع سنين من 2013 لكن جبناها بجدارة ولعبة النادي الاهلي عملت عليها كل حاجة اي نعم ممكن يكون النادي الزمالك كان احسن نسبيا بعد فترات المباراة لكن المحصلة ان احنا خدنا الدوري خدنا افريقيا ومعظم اوقات المباراة احنا كنا برضو مسيطرين والنادي الاهلي دولاتي بيلعب كورة كويسة جدا انا شايف نادي الاهلي بيبدأ الهجم كويس قوي وعملها في مباراة النهائية المباراة النهائية بيبدأ صعبة جدا على الفرقتين بيبدأ ضغط عصبي فيه لعيبة ما نميتش كويس لعيبة بالذات لعيبة النادي الاهلي من سبع سنين لحد وقتنا هذا عندهم ضغطات جمدة جدا والجماهير بتطالبهم ان هم يجيبوا البطولة فكل دي كانت يعني شغل على عايز اقول ضغط عصبي على اللعيبة خصوصا لعيبة النادي الاهلي لكن يدروا ان هم يوصلوا طبعا المباراة النهائية ويفرحونا والحمد لله ان احنا خدنا التاسع الحمد لله طبعا يا زي محضرتك قلت مباراة دي مش مباراة اداء قدم هيا مباراة مين اللي هيفوزي يمكن فاكرة مباراة السوبر كان في الامارات وكان النادي الاهلي النادي الاهلي كان احسن والزمالك والزمالك فاز بالضبط طيب كنت هايز اسألك شفت الماتش فين في البيت عندي ولسه بنفس الحماس يا كابتن بقى بتاع اه لا ده انا حيصت انا أولادي وعمل فيديو بس ابو علي بقى ما دتهلوش دلوقتي كنت انا وابني لا حاجة غير الهدوء اللي انا فيه في الستوديو ده خالص يعني حاجة عصبية درجة تالتة يعني لما جيت كده جنة افشة لا امت هيصت وانا كلمت بش عارف كنت بيكلم بصد عمرة اديب ولا مين وانتقوله انا كنت اغوط في النجفة وانتقنت بتاعنا وولادي يعني كريم ونور وزياد كان بيتفرجوا معايا وكنا فرحانين جدا لان بطولة برضو غالية والبطولة محببة لجماهير النادي الاهل فلما تيجي بالطريقة دي قدام فرقة كبيرة زي فرقة نادزة مالك بيبقى لها فرحة تانية فبصراحة اللعبة كانت رجالة قوي وقدروا ان هم يفرحون طيب لو رحنا لسوبر الافريقي يعني انت عارف يا كابتن احنا بنتكلم على انه الجماهير النادي الاهلي ما بتشبعش يعني من اول ما دوري خلص بيتكلموا على افريقيا ومن قبل كمان ما دوري يخلص افريقيا خلصت كاس مصر كاس مصر خلص بنتكلم على سوبر بقى افريقي وبنتكلم طبعا على سوبر محلي وكمان كاس العالم الاندية لسه عندنا سوبر الافريقي هيكون معنادي نهضة بركان زي ما حضرتك عارف نادي كبير طبعا وعايز عرف شايف المباراة دي ازاي انا لحد الوقت الكلام منهم من هما كانوا عايزين المباراة تفضل في ارض محيدة او في قطر زي ما العقد بيقول ولكن وانهما ما عندهمش اي اعتراض طبعا ان هما يلعبوا في مصر ولكن هما عايزين نلتزموا بالقوانين ما فيش شك ان فرقة نهضة بركان فرقة كويسة او فرقة محترمة فرقة بطولات لكن نادي الاهلي هو الاحسن طبعا والاقوى وتاريخه اكبر نادي الكرن فمباراة تكون صعبة على الفرقتين اللي هي مباراة السوبر يعني بطولة من مباراة واحدة وانا شايف النادي الاهلي هو دلوقتي اقرب وعنده يعني مش عايز اقول اللعبة توصل للتشبع البطولات ويقدروا ان هما يرجعوا سقطهم تاني في نفسهم ويقدروا ان هما يحرزوا البطولة السوبر الافريقي اضافة للثلاثية اللي عملوها طبعا ربعيا ان شاء الله وتبقى خمسية باذن الله انا شايف ان هي مباراة تكون قوية جدا مع فرقة محترمة والنادي الاهلي برضو ما بيشبعش بطولات لعبته برضو بتزيد وبتدفل رصيدها واللعبة عايزة تتقلق وكل واحد عايزة يظهر بصورة ممتازة ان هو يبقى في المنتخب ويسبت اقدامه اكتر واكتر يعلم المستوى طبعا يفرح جمهور النادي الاهلي فهي بطولة يعني قوية وبطولة نتمنى ان شاء الله كن من نصيب النادي الاهلي المطش النهائي هيكون هنا من قبل المباراة بزبط حوالي شهر او شهر ونص قالوا ان النهائي هيكون هنا هم مكانوش عرفوا قبل مباراة اهلي والزمالك نهائي افريقيا مين اللي هيكسب يعني حتى مباراة الوداد والاهلي والرجاء والزمالك التوقيت ده كانوا قالوا ان النهائي هيكون في القاهرة فما كانش حد لسه عارف مين اللي هيوصل للنهائي ولا الاهلي ولا الزمالك وبعدين نهائي الكنفيدرالية ما تلعب في المغرب ونص النائي بالزبط يعني ما فيهاش مشكلة وده كان قرار قبل المباراة السمي فاينال يعني قبل ما نروح بقى معك لكاس العالمي الأندية أكيد فيها كلام كتير بس كنا بنتكلم في الفاصل على لما حضرتك كنت بتلعب مع كابتن هاني رامزي وكان المفروض يحصل تبديل عايزك بقى تحكي لنا القصة عشان إحنا معنا لدي لا ده كان عندنا مباراة في الكاس مباراة ضد بخم والمفروض في ألمانيا ليك أربع أجانب أربع أوسلان فكتنا وهاني رامزي أفرقى وعرب كان عندنا راتيني وجونيور برازيلي نلاعي برازيليين فالمفروض يبقى فيه ثلاثة في الملعب موضوع ثلاثة في الملعب ده كان في الفترة دي مش دلوقتي اه فكتنا موجود انا وهاني وراتيني برازيلي كان بيلعب ونجيمي فهو عايز يغير البرازيلي جينيور مكان لعيب ألماني فدي كانت مشكلة يعني احنا في الملعب مش وغدين بنا ففي حد من الإداريين نزل من المدرج عايز يشد الرجل اللي بيغيره اللعيب بيقوله ما تنزلش جينيور عشان هيبقى اللعيب الرابع وكده هتخسره المباراة فابتدى اوتر هاجل يتكلم مع هاني رامزي يقوله تعالى هاني تعالى تعالى قدوا يعلق عليها في التنفيزيون الألماني قبل كده اعمل نفسك ان انت جالك شد وكده قاله ليه قاله عشان فيه اربع اجانب موجودين دلوقتي في الملعب لو نزلت في انتو الاربع هتبقى فيها مشكلة وتخسر المباراة فهاني طلع ومسك رجله بينا فيه ثلاثة بس خلاص هو دخل الملعب يعني خلاص كان الموضوع تحاسم كانت ذكريات حلوة مع كابتن هاني رامزي طبعا يا كابتن ذكريات في الاحتراف طبعا هاني اخ كبير لي ومن اعز اصدقائي وفادني كتير جدا في المانيا وكنا مع بعض في المنتخب ولعبنا مع بعض في بطولة اوروبا ولعبنا في البونزليجا والكواليس بينكوا كده في الدوري الألماني لا وفي بعض الفترات اول المتشاط لما هاني كان موجود وكان اللعب قوي جدا مختلف طبعا اللعب المصر خالص وفي افريقيا وفي طولة اوروبا والمتشاط كانت قوية جدا هم بدنيا اقوى اه اقوى فحنا خلاص هاني متعود وانا لما جيت خلاص تعودت على الجو وانا كنت جاي جاهز من بعد بوركينة فاس واخد البطولة وكنت يعني الفترة دي متقلق الحمد لله وقف على دجلي بس فيعني كان بعد المتشاط اللي كنا بنلعبها كان هاني بيتكلم معاي بيقول لي حاول تخش قوي جدا عشان هنا دول ما بيتفهموش اه فاول انا خلاص خنت بقى كله بقى داخل اضرب داخل بقى كسر بس فيعني لا هاني من اللعيبة اللي انا بعتز بها جدا وكان ناجح جدا في ألمانيا وفي سويسرا وقدروا نعمل التاريخ لنفسه في اوروبا كويس اولا ولعب كبير وعلى المستوى الشخصي كمان انسان رأى يعني طبعا هو معنا برنامج البيتك كبير والحقيقة انسان زوء واخلاق وطبعا لعب كبير محدش يقدر يقول حاجة غير كده طب مين أبرز اللعيبة اللي فكرها اللعبت معاها في الدوري العلمي طبعا كان في الصحنة كان في فرقتنا كان زي منتخب عالم ودي فعلا دي حقيقة مصر اوترهاجل كان منقي كل الجنسيات وكل الأفكار والأسلوب اللعب المختلف عشان يعمل تيم قوي جدا يبقى عنده كل إمكانة السريع والمهاري والقوي ويعني متحرك بالكورة ومن غير الكورة كل ده كان عندنا شيريكوس فورسا كان منتخب سويسرا وكان عندنا فاجنر وبكشمال منتخب ألمانيا وكان عندنا أولف منتخب ألمانيا واندرياس بوك والبرازيلي راتينيو كنت أنا وهاني من مصر طبعا كان معنا جوركيف يوري منتخب فرنسا ومايكل تشينبيرج كان بيلعب جنبي مساك من دنمارك وباسلر يعني لعبها يعني كويسة جدا الحقيقة وأسامي كانت معروفة في ألمانيا طب بتشجع مين في الدوري الألماني دلوقتي لم تتفرجش أصلا على الدوري ألماني لا قليل أول بس بتفرج على فريد باير مونشن يعني هي الفرقة الوحيدة المتعن كورة وعندهم تحركات غير طبيعية سواء بالكورة أو من غير الكورة عندهم حلول فردية جمدة جدا بيقدروا يكسبوا أي فرقة دلوقتي يشوفنا كذبوا برشونة تمانية وبيكسبوا بروسيا دورتو منذ بيكسبوا كل الفرقة حتى في الدوري الألماني بارتيحية جمدة جدا لكن هي فريد باير هي اللي أتقى الفرقة وأحسن فرقة أنا بحب أتفرج عليها ومن الفرقة المحترمة أول اللي هي تاريخ كبير طبعا في ألماني طب وعايزة بأسألك أنه تنصح لعبة الأهلي طبعا برسالة في الختام كده اليوم قبل مباراة السوبر الإفريقي وطبعا بداية الدوري الجديد والتحديات الكثيرة اللي احنا دخلين عليه يعني بقول لعبة النادي الأهلي زي ما أنت ما تتغيرش ما تتغرش لأن الدماغ لما هتعلى شوية هتحس أن أنت مستوىك نزل وطبعا مش هتقدر تقدي كل اللي عندك لكن انسى كل البطولات اللي أنت خدتها في خلال عشر تيام خدت بطولتين يعني قوي جدا بطولة أفريقيا وكاس مصر وكنا محتاجين فعلا البطولة دي لكن طول ما أنت بتشتغل على نفسك تخلص لناديك وعايز تزود من رصيدك وبطولاتك حافظ على المستوى ده ما تتنزلش عنه أكيد ربنا هكرمك وهتحقق اللي أنت عايزه إن شاء الله نبقى بنحتفل قريب بإنجازات أكتر بشكر حضرتك كابتن سمير كمون أنا كنت معي شكرا لبشكر بشكر حضرتكم على المتابعة والفترة اللي جاية فترة تحديات تانية وبداية موسم جديد ودايما في ظهر فريقنا والأهلاوي مش هيسبنا بشكر حضرتكم على المتابعة وبكرة حلقة جديدة من برنامج السادسة